نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية لقاءً توعوياً عن العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين من أبناء إحدى قرى مركز طمة بمحافظة سهد محطات جديدة يصلها قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يستمر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني من أجل تأمين حياة كريمة للفئة الأولى بالرعاية في هذا الإطار نظم التحالف الوطني بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية لقاءً توعوياً عن العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين من أبناء قرية الجباب بركز طمة بمحافظة السهاجة فكرة عمل زراعة عقدية لتسويق المحاصيل وبالتالي تنعكس على زيادة مسيحيتها وزراعتها وبالتالي بنوفر منتج بتاعنا فكان أكلف فخامة الرئيس بأن عمل زراعة عقدية لبعض المحاصيل زي فول الصية وكان بدأ من تالي السنين من 21 كان حد سعر ضمان 8000 جنيه في 22 كانت الأصحار رفعت شوية فعمل سعر ضمان 18000 جنيه في 23 يتعمل سعر ضمان سعر ضمان ده يعني هو أقل سعر استرشادي إن لو السعر انخفض على كده أن أخذ من المزارع ب18000 فول الصية لكن لو زيت حسب السوق العالمي نحن بنزرع الزراعة التعاقدية اللي لها تسويق واجينا الإرشادات حسب الدكاترة اللي يجيون دون تعليمات إزاي نزرع وإزاي نشغل وإزاي ننبت في الآخر التسويق فهم بيتولي التسويق شغلهم الندوة شهدت أيضا تعريفا للمزارعين بالزراعة التعاقدية وبيان مدى فائدتها بالصراحة نشكر الهيئة القبطية على تعاونها معنا في مبادرة إزرع واشتغلنا مع بعض من السنة الفاتت في إزرع وحجاجنا مع تارجة عالي خالص والسنة دي برضو اشتغلنا مع الهيئة والتارجة ارتفع زيادة وبعد زراعة الجمح بدأنا في الزراعات التعاقدية الفول الصية وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل كتير تعاقدية احنا بعد ما خلصنا مبادرة إزرع تقريبا بخمسة وستين الف فدان على مجتوى محافظة شهاج احنا مكملين مع المجارعين على الزراعات الصيفية فول شوية وسمسم ودورة الزراعة التعاقدية لا ترتبط فقط بالإنتاج الزراعي بل بالإنتاج الحيواني والداجيني والسمكي كما يختص مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية بتوثيق هذه العقود بين التجار والمزارعين لضمان حقوق الطرفين ترجمة نانسي قنقر